مين اللعيبة اللي لفتت نظر فريرا في الدوري المصري حتى الآن؟ في بعض اللعيبة كان بالنسبة لهم لأولوية أن يتم التعاقد معهم اللعيبة دي ممكن تكون مفاجأة شوية ما كانتش إعلاميا الناس ما كانتش حتى التركيز عليها أول لعب كان بالنسبة لفرير رقم واحد مريوان عطية يعني رسل الأمر من فريرا كان عزم مريوان عطية قبل دونجا بالنسبة للمريوان عطية ده أفضل لعب رسل في مصر ما حصلش اتفاق ما بين الزمالك والالتحاد السكندري خلاص الموضوع وقف لكن بالنسبة له ما أنا أعطيه رقم واحد أبدأ أعجبه بيه بشكل كبير جدا اللعيبة الثاني كان إبراهيم عادل في بيرومنتز شاف المتشاط لإبراهيم عادل مع بيرومنتز كان معجب بيه جدا شايف إن إبراهيم عادل هتناسب مع طرقته إبراهيم ممكن الحتة اللي تحت المهاجم ممكن يجيت في أكتر مركز فيها اللعيبة الثالث عمر كمال عبر واحد بالتحديد عمر قرنا بالاتنين دول هو كان بالنسبة له الأساسي لدرجة إن فيرز زعل كمان ومتصدم لما عمر مجيش يعني ما أتكلم مع إدارة الكرة في نادي الزمالك كان بالنسبة له خلاص إن عمر جاي جاي بحسب التأجيديات إن خلاص عمر كمان كان عنده رقب إن هو يرجع لما عمر مرجعش كان بالنسبة له ورقة كبيرة جدا لدرجة إن هو بفكر إن هو هيفقه بلاعبين أو ثلاثة كمان وعمر كان يبقى مثالي في خطة فيرز جدا بالنسبة له وعمر يعني هولك على المفاجأ كمان هو كان شاف إنه أمر ممكن نلعبه نحية الشمال مش يمين بس آه يعني ما كان أشرف بنشاري كان بالنسبة له وعمر كمان على واحد ممكن نلعب في الحتة تي